السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم? اه اخباركم ايه? ان شاء الله يارب يكون الجميع بخير. النهاردة هنوسع مع بعض جنب البنطلون الجنس دوت. تمام? اه انا عندي البنطلون دوت دايق. فانا هوسعه من الجنب. اه هفك الاول جزء من الكامر زي ما انتم شايفين كده. جبت القصفة. وهفك جزء صغمر كده. خلاص هفك مسلا غرزة غرزة وهقصها. يا اما ادخل على طول الاصفة من تحت وهفك على طول. بالطريقة دي. تمام? التوسيع هاخده لغاية الجزء ده. خلاص? فانا هاخد من هنا كده وهفتح الخياطة دي. هوسعها. بطريقة دي كده. برضو زي ما وردك اه. هدخل الاصفة واشيل الغرز كلها كده مرة واحدة بيفتح معين. خلاص? هوسع لغاية الاخر او هفتح لغاية الاخر. بالراحة كده واحدة واحدة. هيبقى بالشكل ده. تمام? بصوا? اهو. بعد كده هاجي وهقص الكمر من الجزء ده كده. تمام? من هنا. خلاص? انا فتحت الكمر من هنا. وفتحت الجزء اللي انا هوسعه بتاع الجم من ناحية دي ومن ناحية التانية. خلاص? بعد كده هعمل ايه? هجيب في عندي قماش اللي هو قماش اللي عامل زي الكوت. اللي هو بيتمط جامد قوي ده كده. خلاص? اه هجيبه وهوسع به. هاخد الجزء اللي انا هوسعه. هشوف مسلا هوسع قد ايه? هجيب المزورة. وهقيس الجزء اللي انا هوسعه هشوفه قد ايه? هياخد من اول الفتحة اللي انا فتحها من تحت. خلاص? من هنا كده. وبعد كده هقيس لغاية الكمر. ومن كمر هلف الجزء اللي تحت اللي جوه كمان لغاية برضو الكمر من جوه. تمام? عشان هخيط دي معي اه في الكمر. فده تقريبا تلاقي عشرين سنتي الجزء اللي انا عايزاه. فانا هعمل كده هقيس على القماش. ده قماش الكوت ده بيمط جامد. خلاص ممكن عندك قماش تيشورت ممكن ينفع. اه قماش اه الكرة بتاع ترح هينفع برضو. انا خدت عشرين سنتي من هنا وخدت من هنا عشرة سنتي. خلاص كل واحد يوسع حسب المقاس اللي عايزه عايزه خمسة عايزه تلاتة عايزه اتنين براحته يعني انا خدت من هنا عشرة ومن هنا ايه? عشان لسه هعمل حساب الخياطة. طبعا انه عشرة بالخياطة هو انا هوسع تمانية. فاخدت اتنين للخياطة. اتنين سنتي للخياطة. واقص بالطريقة دي كده. تمام? اه ده انا قصته على قطعتين قطعة يمين وقطعة شمال. خلاص هم افوش بعد. فانا هقص بالطريقة دي كده وبعد كده هاجي اعمل ايه? هفتحه من الجن عشان اقص الكل قطعة لوحدها. خلاص? بالطريقة دي. بعد كده هجيبهم الاتنين على بعض. هحطهم الاتنين على بعض كده هعملهم ازي مثلس كده يعني اهم. هحطهم على بعض كده. خلاص? بعد كده هاجي اقص الجزء من تحت هنا. آآ بسبعة كده الفوق. يعني هقص كده الجزء ده كده هخلي رفيع من تحت. وعريض من فوق. خلاص? هعمله زي سبعة كده. اهي. بصوا اما افتحها. بالطريقة دي كده. عاملة زي سمكة. خلاص? اهي. بعد كده هاجي اجيب البنطلون بتاعي علشان اه اركب فيه التوسيع اللي انا اه اوسعه ده. الجزء اللي انا هوسعه فيه. هاجي احطه من الجزء اللي تحت. اللي هو اخر حاجة انا وقفت عندها في الفك. وهدبس بالدبوس. هحط الوش في وش يعني وش القماش في وش البنطلون. خلاص? بالطريقة دي كده. الجزء ده انا هخيطه على المكانة وهقفله. بس انا بس بوريكو ازاي? انا بسبت القماش على البنطلون. هيبقى الوش في الوش. والجزء ده زي ما قلتلكو انا هخيطه على المكانة اللي هو بتاع الكامير انا هسبتو في بعض. خلاص? هاجي بعد كده هشايفين الجزء دوت? هدخله كده لورا. علشان اخيط عليهم كلهم. ماشي? هيبقى بالطريقة دي. همشي بقى بالمكانة عليه كل ده. خلاص? هعمل برضو نفس الحكاية في الناحية التانية. هسبتها بالدبابيس. ممكن انا لو بعرف اشتغل على طول اشتغل على طول على المكانة. بس طبعا انا لسه مبتدئة ومعرفشي فلازم اثبت الحاجة بالدبابيس الاول. عشان الحاجة تطلع معي مزبوطة. انا الجزء دوت زي ما انا قلتلكو انا هخيطه تحت المكانة. اهو. هسبتهم. هسبت الكامير في القماش وخيطه عشان يبقى ماسك نفسه. طريقة دي كده. تمام? بعد هاجي اه هاسقص بس الخيط الاول. هاجي اجيب قطعة القماش اللي انا هخيطها فيه وعملتها اهو زي ما وردكو. سبتتها من تحت وبعد كده هاجي. اسبت الجزء ده. وهارجع على الكمر زي ما انتم شايفين كده. هدخل الكمر بين القماش. وهتني الجزء ده لفوق. عشان يبقى متني كويس. خلاص? وهخيط على تحت المكانة كده زي ما انتم شايفين. وهنزل كل ده. هشيل طبعا من الدبابيس. وهكورنوغ ده بالي حلو كويس من يكون وش القماش في وش البنطلون. خلاص? وهخيط على برة. زي ما انتم شايفين كده بالطريقة دي. خلاص? هو بعد ما خلص خلاص الخياطة بصوا هيبقى شكلها عامل ازاي? انا كده خيطته. كده خلاص? بقت تضيفة ايه? من هنا ومن هنا. مش باينة خالص الجزء بتاع الكمر داخل جوه القماش. فهاجي من ناحية تانية برضو. وهعمل نفس الموضوع. هسبت من هنا كده. برضو بالدبابيس لو انا مبتدئة لو انا بشتغل على طول هشتغل على طول. طبعا الجزء بتاع الكامير ده انا خيطته. فهاجي هنا وهسبت برضو الجزء بتاع القماش فيه. وهتني لجوه وهتني سنة لفوق علشان لما احب بعد كده اه اتنيها على اه بفتلة وابرة كده. تمام? بصوا انا خيط الجزء ده كده. بصوه ده بعد ما خلصت اهو. ده بقى شكله. تمام? خيطة اهي? انا هقلب برضو الجزء دوت. فشوفوا هو انا شايفين الخيطة انا مركبها ازاي? لما اجي اقلب اهو. بقى الكامير داخل جوه القماش من هنا ونضيف. هاجي بعد كده هتني الجزء دوت وممكن او عملها بفتلة وابرة. واخدوا على ايدي كده بفتلة وابرة مخفية. بغرزة سرفلة مخفية. هنضف طبعا الخيط دوت. خلاص? بقت بالشكل ده كده. اهو. اه عملت الجنب ده. هنا بصوا الجزء دوت. شفتوا القماش بيمط جامل ازاي? ودي الناحة التانية هي كمان عملتها. زي ما قلت لكم انا الجزء اللي تحت ده انا هعمله بفتلة وابرة كده. خلاص? اه عملت الجنبين. وآآ بطريقة سهلة جدا وبسيطة. ووسعت البنطلون جنس. وبقى شكله حلو. مش شكله جدا برضو مش وحش في اللبس. وآآ ان شاء الله آآ الفاكرة تكون عجبتكم. آآ اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.